كشفت أسائل إعلام إسرائيلية أن الرؤساء السلطات المحلية في غلاف غزة باتوا ليلتهم أمس خارج مكتب نتنياهو أذكر الإعلام الإسرائيلي أن الرؤساء السلطات المحلية أعربوا عن قلقهم من الوضع الأمني وأبلغوا نتنياهو أنهم ليعودوا إلى منازلهم ما لم تكن آمنة كما قال الإعلام الإسرائيلي أن الحالة نفسها يعيشها سكان المستوطنات وقد جرى الاتفاق على إبقائهم في الفنادق حتى الأسبوع الأول من شهر تموز يوليو المقبل هذا وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية مطالبة مسؤولين رفعي المستوى في الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق موسع يتناول كل جوانب معركة طوفان الأقصى ويفند الأسباب لمحاسبة المقصرين عسكريا واستخباريا بحسب صحيفة إسرائيل هايوم في خبر ينشر للمرة الأولى فإن الاستعدادات لنشوب قتالا مستقبليا في الشمال قائم وهذا يجبر العديد من الضباط في قيادة الجيش إلى البدء بفحص الأحداث والاستدراك وبحسب الصحيفة هناك من يعتقد أنه بالرغم من التهديد اللبناني فإن هذا هو الوقت المناسب لكي تعترف القيادة العسكرية بمسؤوليتها وتقرب الفشل والهزيمة وتعلن استقالتها ترجمة نانسي قنقر